اشتركوا في القناة ويتعلق الأمر بمشروع نظام الداخلي حيث تمكن المجلس المدينة الدربدة من المصادقة على مشروع النظام الداخلي رغم بعض الارتباك الذي وقع في بداية الجلسة إلى أنه في الأخير صدق على هذا النظام بالأغلبية المطلقة أستاذ بوشرة وقع واحد ارتباك في أول دورة المجلس المدينة الدربدة في نسخة دياري الجديدة علش توقع الارتباك؟ أنا بعتقدي أنه موقع الارتباك هذه أمور صحية عادية لأن الناس جاد بغت تتعبر على رأيها وستيدة العمدارة كانت تنسيتوا للجميع أعطت الحق لأي واحد بغي تتكلم تتكلم بكل أريحية وفي الأخيركم شفتوا دازت الأمور بطريقة كيف مخصها الدوز الشيء الطبيعي لأن المجلس المجلس المجموعة يتعارفوا على بعضياتهم كفرق سياسية وبالتالي كان طبيعي جدا لكي يكون هذا النوع من المجلس وارتباك هو عبر عن نقاش مفتوح للطريقة النظيمية والطريقة المناقشة ومع المنهجية والطرحات من جميع أحزاب ولكن بالأخير حكم إلى المنهجية الصحيحة وهي التي جاءت بها الأخواني الأغلبية والتي كانت المناقشة مفتوحة على جميع التعديلات وربح الوقت تم إشراك مجموعة أحزاب في هذه التعديلات طبيعة الحال كانت فريق أو فريقين لما تشركوا شيء الآن تعطيت فرصة لكي يساهموا مباشرة باعتبار أن المجلس هو سيد قراراتي وبالتالي التعديلات كانت تفتحها للجميع اللي كانوا يقولوا لهم وبالتالي كان التوافق على باش يأخذوا جميع الأراء وتم تكوين كذلك لجنة من طرف جميع الأحزاب باش يقدموا التعديلات اللي كتبالي وما زال ممكن لها تقدم القانون المشروع اللي هو واحد باعتبار عن المشروع ولكن الآن صبحها اللي هو صبحها قانون تنظيمي يعني مسوت عليه وصدق عليه هو شيء طبيعي ما شارتي بك هو الكين الاجتماعات الاجتماعات أولاً احنا مطالبين بعقل ثلاثة للدورة تعبش نكون ونعرفون الناس شنو كين أولاً كي نعضيك دورة استثنائية خصت تديرها من أجل تصويت على النظام الداخلي قبل ما تدير أي شيء تصويت على النظام الداخلي الذي ينظم ويؤسس ويرتب ويفسر ويكمل القانون الانظيمي 113 على 14 هذه النقطة ثانياً أنت مطالب بدورة ثانية اللي هي تصويت على إحداث الليجان وتأليفها وانتخاب الرؤساء الليجان ونوابهم هذه هي دورة أخرى هذا ليس عندك دورة ثالثة اللي هي تصويت على الميزانية 2022 اللي تحترم في هذه الدورية والتوجيهات ديال وزارة الداخلية لذلك ما نظن نشك يرتيب لأن هذا النظام الداخلي أنا أعتبره مسألة تقنية مسألة اللي هي فيها تفصيلية كنفصلوا بعض المواد اللي جات في القانون الأساسي والقانون التنظيمي جات عامة وجات مجرادة لذلك احنا في النظام الداخلي نوصلها مثلاً كعدد الدقائق اللي قيتناولها العوض مثلاً بزاف ديال الحويج مثلاً هذه اللي جعلناها نحن علشنا ديال التقصي الحقائق اللي هي كيف التأليف ديالها تشكيل ديالها عدد الأعضاء ديالها الاختصاصات ديالها ضنق القانون من نظام الداخلي يأتي لتفصيل وتدقيق هاد بعض بعض المواد ديال القانون ديال التنظيمات ولكن ما كنش الارتباك بالعكس كن ليه تباليون بأن الخريطة السياسية مش هاتف حالو في هذا الاتجاه تقريباً كن جميع الأحزاب المكوينة للمجلس المدينة وكين حزب العدلاء والتنمية اللي بشاق الامتناء جميع الأحزاب السياسية جميع الأطياف السياسية كلها صوتت لي صالح النظام الداخلي باستثناء حيث العدل التنمية اللي عنده ملاحظات على النظام الداخلي وعبر على الامتناء دياله من خلال هذا ما تبقى كين الإخوان كلهم رأى جميع الأحزاب السياسية أدلت بيدلويها فالنظام الداخلي والنظام الداخلي ما نعتبره بأنه هو عن الصوت نعلن نظام الداخلي رفكين المشاكل نظام الداخلي كي يقطير وينظام العلاقات ما بين المؤكونات والأجهزة ديال المجلس بطبيعة الحال هذا الارتباك كان نتيجة أن أستاذ الأعضاء كانوا كانوا بالأحرى أنهم يتوصلوا بالنظام الداخلي للجماعة الدار البيضاء الذي سيمر للمصادق عالم طرف جميع أعضاء المجلس طب الحال كل الفرق تعطي اختراحات في هذا القانون هذا المنظم للسير العادي للجماعة كانت اختراحات هذه الأستاذ الأعضاء كان الحال كامسات جدا كان بالنسبة لجميع كانت السيد الرئيسة والمكتب كان يرسلوا جميع الفرق السياسية على أساس أنها تدلي باقتراحاتها في هذا الفصول التي يمكن أن تعدال أو تطرح فيها اقتراحات لكن تبالي بأن الوقت كان ضيق كل ما حسب تدخول للسير العضاء كل ما توصلش إلا بعد يوم من عقاد هذا الجزء ولكن في الأخير تم التصويت والمصادقة على المشروع القانون النظام الداخلي لتنعقض من بعد ذلك لجنة لوجينة تتكلف بسياغة أحد الفصول أو بدراستها وتنقيحها ما وقع في جلسة ملاقشة النظام الداخلي لمجلس مدينة الضربدة جعل الكثير من المتتبعي للشيء المحلي يتخوفون من عودة بعض المظاهر التي كانت في النسخة الأولى لوحدة المدينة والتي كان يشرف على أنداك سي محمد ساجد التي كانت تتميز بعض أطوار الجلسات بنوع من الفوضى في التدخلات هذا الأمر يجب عنه مجموعة من المتخبي مجلس مدينة الضربدة الحاليين كان مخاوف المتتبعي للشيء المحلي بعودة الدواهر والمضاهر التي كانت في الجريبة للتسجيد لماذا تتخوفون؟ صراحة لماذا اليوم كنا واقفين كفرق لا تكون هذا المشروع للقانون التنظيمي النقطة للشتيلة تحاول أنها تؤثر التدخلات تؤثر الفرق وتعطي النظام داخلي يكون مقاد ليس غير نجي ونغوط ويأخذ كلمة ويأخذ الأخير لا يستطيع التنظيم وأعتقد أن في تدخلي داخل الجلسة أن تجربة السابقة وطريقة تسير الدورات كانت نموذج مزيان كانوا فرق والذي لديه مشكلة داخل الفرق لا يمكن أن تكون مضارب مع رئيس الفرق ونأتي هنا ونقول لا ونحن لم يتفق هذا مشكلة داخلية يجب أن تفكو في الحزب لا يمكن أن نحن اليوم نقش الأمور الداخلية وخصومات التي تكون داخل الأحزاب تحدي تتعرض على الحزب حتى يتعرض لتأكد لا أعلم الفرق ونحن فإن أردت أمانات لتعرض لأنك تتعرض للإقصاء وكيف تناقش أنك داخل حزبك لم تتوصلت ولم أعرفتك ولم أعرفتك المعلومة لا يوجد مناقشة للمناقشة الأمور متعلقة بالجماعة أما الأمور التي تقول لنا لم أتوصل ولم أتفقدك داخل الحزب لا أظن بأنه جميع التدخل المدخلات كانت اليوم كانت مدخلات نوعاً ما ناضجة كان بعض المدخلات لإخوان المعتبروا صم الأغلبية شيء طبيعي لكي يعبروا عن مواقفهم في البداية والتظاهر بأنهم مميزين هذه شيء طبيعي جداً ولكن أظن بأن الطريقة التدبيري للدورات ستكون احتكاماً إلى هذا النظام الداخلي ستكون مسيرة بطريقة ديمقراطية وبالتالي أخلاقياً لا يجب أن نحن إلى هذا النوع من الجلسات التي كانت سابقة لا أبداً لا أبداً داباً يدخل واحد المعطى الجديد ما هو المعطى الجديد؟ هو نظام الفورق داباً في القانون التنظيمي 113 على 14 لأول مرة مجالس المدون السستة جاء فيها واحد نظام الفورق معنى أنها كيل الفورق ورئيس الفارق والذي سيتحدثه باسم الفارق وهذا ليمنع بأن الأعضاء الآخرين غادي ما غايت نقولوش الكلمة الغير المنتسبين لفارق من فران لأنه كيقولك الفارق سيكون على الأقل ممتل من خمسة وما فوق خمسات الأعضاء يشكلون فارقاً فارقاً بالنسبة لي ما عندوش خمسة عندو الحقي يخد الكلمات الكلمة شريطة التقييد بالنظام الداخلي الذي سيحدده تناول توقيت تناول الكلمة ذلك لا أظن بأنه وكيف ما كان الحال هذه الجريبة الصافقة هذه السيطرة على علاتها فإنها كانت تجربة رائدة ونجحة وبواسطتها تخلقات مجموعة من البرامج والمشاريع كالطرامواية والبنيات التحتية وما إلى ذلك